اشتركوا في القناة ومن صحفة معريف تقارير سوريا الجيش الإسرائيلي أخار على محيط دمشق خلال 24 ساعة ومن صحفة إسرائيل هايوم جرينبلت الفلسطينيون يفضلون تمويل من يصفهم بالمخربين ومن الصحف الفلسطينية صحفة الحياة الجديدة حماس تسرق قوت الفقراء ومن الصحف العربية صحفة الجزيرة السعودية الملك سلمان يدعو إلى قمتين خالجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة ومن الصحف العالمية صحفة دايلي ميل البريطانية نائب برلماني عملي كان جاسوسا لجمهورية تشيك إذن نبدأ أهلي مع صحفة معريف التي تابعت موضوع قصف الجيش الإسرائيلي لموقع في محيط دمشق خلال 24 ساعة وقصفوا مرتين ماذا كانت الأهداف وماذا عن منظومة 300 الروسية التي بحوز الدمشق هذا هو السؤال الكبير على ما يبدو إما هذه المنظومة لم تدخل حيز العمل في سوريا وإما الجانب الروسي حتى الآن يفضل عدم استخدامها اللافت مرة أخرى بشار أنه بعد أن كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في الماضي قد تباهى بمئات الغراط على أهداف إيرانية في سوريا وقال على كان السابق قادي أيزن كنت تحدث عن ألاف الغراط في السنوات الأخيرة هذه المرة إسرائيل تلتزم الصمت الرسمي حتى الآن ولم تتطرق إلى الغراط التي طالت منطقة القنيطرة ومحيط العاصمة دمشق ولكن على ما يبدو ما نفهمه من الإعلام الإسرائيلي أن الأهداف التي أغارت عليها هذه الطائرات الإسرائيلية أو إن صح المجهولة فكانت أهدافا إيرانية إسرائيل دائما تقول أن مهمتها الأساسية في كل ما يتعلق بالنساء السوري هو إبعاد إيران عن حدودها ومنع إيران من التموضع داخل الرادي السورية وأن تأتي إيران بأسلحة متقدمة يمكن أن تضع في خطر الأمن القومي لإسرائيل إلى صحيفة إسرائيل هويوم والتي نقلت عن المبعوث الأمريكي جيسون جريم بلدت قوله الفلسطينيون يفضلون تمويل الأسرة أو من يصفهم هنا بتمويل المخربين وهذا في عقاب تردد أنباء حول وقف الرعاية الأمريكية لخدمات طبية وصحية فلسطينية نعم مرة أخرى هذا هو استمرار للمسلسل جيسون جريمبلت من ناحية مناصق العملية السلمية في الشرق الأوسط مبعوث ترامب وديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل لا يترددون في كل لحظة الهجوم بشكل مباشر على القيادة الفلسطينية يتهمونهم بأنهم العثر أمام عملية السلام وليست المستوطنات يتهمونهم بأم العائق الرئيسي أمام تجدد المفاوضات ينددون بالموقف الفلسطيني المقاطع للولايات المتحدة وهو جريمبلت مرة أخرى يقول أن من بين المشاكل الأساسية للسلطة الفلسطينية أنها تعطي أولوية لمن يصفهم بالمخربين وأنها تريد استمرار دفع رواتب الأسرة والفلسطينيين الذين قضوا في عمليات ضد إسرائيليين هذا يأتي على خلفية إعلان السلطة الفلسطينية أنها ستستمر بدفع مخصصات الأسرة الفلسطينية أمان تنتظر خطة ترامب للسلام وسط تغوفات والإشعاعات تتردد الكثير من الأنباء علي مؤخرا حول أن الملك الأردني عبدالله الثاني بات شب معزونا فهو من ناحية لا يطلق الكثير من المعلومات من الإدارة الأمريكية حول صفقة السلام ومن ناحية ثانية مواقف الأردن بعيدة نسبيا عن مواقف دول الخليج ومصر وهكذا دوليك الأردن لأنه في الصف الأول في الدائرة الأولى للدول التي قد تشهد ارتدادات الصفقة الأمريكية حينما ستطرح هذه الصفقة التوطين يعني هو جزء يسير رغم أن الفلسطينيين في الأردن يتمتعون تقريبا بكامل حقوقهم المدنية ولكن اللافت هنا الصحيفة تقول أن الأردن قلق سواء وافق مرغما على الخطة وقلق أكثر في حال اضطرة لرفض الخطة ولكن على ما يفضل هو خائف من إملاءات هو خائف من إملاءات هذه الخطة تريد أن تمنح الأردن مبلغ من المال شريطة التوطين الفلسطينيين ولكن طالما أن الأمر بالنسبة للضفة الغربية لم تتضح ملمحه وفيخشى الأردن أنه مرة أخرى سيدفع ثمن هذا الطريق المسدود التي قد تصل إليه الصفقة فيما يتعلق بأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية الأردن الذي دفع ثمن الحرب في العراق مع قدوم مئات ألاف اللاجئين العراقيين ومن ثم دفع ثمن الحرب في سوريا ملايين وهو لا يريد أن يجد نفسه مرة أخرى في فوهة المدفع في كل الصراعات الإقليمية أنتقل إلى موضوع القرار الألماني الأخير بخصوص حركة المقاطعة بي دي أس صحيفة إسرائيل هايوم رسميا ألمانيا ضد حركة المقاطعة بي دي أس أما صحيفة هارتس فنقلت هذه المقالة عن الكاتب جدعون ليفي والمعروف بمواقفه المؤيدة للقضية الفلسطينية يقول عنوانه عار عليك ألمانيا أما صحيفة الحياة الجديدة المجلس الوطني قرار البرلمان الألماني بشأن حركات المقاطعة انحياز للاحتلال والاستطان نعم اللاسمية هي جريمة يعاقب عليها الإنسان في ألمانيا البرلمان الألماني رفع إلى درجة اللاسمية أي إلى درجة جريمة يعاقب عليها القانون كل مبدأ فكرة مقاطعة إسرائيل الذي تقوده حركة البي دي أس وهي حركة غير عنيفة تريد مواجهة سياسات إسرائيل ليس بالعنف وإنما عبر مقطعاتها البرلمان الألماني بضغط من الإدارة الأمريكية وبتدخل إسرائيلي واضح في هذا الملف يصنف حركات البي دي أس أنها حركات لا سمية لذلك هذه خطوة هامة من ناحية ألمانيا والسؤال هل سنرى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تحدو حدو ألمانيا في هذا الصياح إسرائيل هاي يوم طبعا تتغنى بهذا القرار وهي الصحيفة اليمينية المعارضة للبي دي أس والمؤيدة لسياسات حكومة إسرائيل بينما في صحيفة هارت وعال لسان جيد عن ليفي الصحفي المعروف بمواقفه المؤيدة للملف الفلسطيني والفلسطينيين بشكل عام قول عار عليك ألمانيا لأنه يتساءل إذا ما سحبتم من معارضي إسرائيل هذه الوسائل الغير عنيفة ماذا تدفعون بمعارضة إلى أين تريدون أن تدفعوا بمن يعارض إسرائيل وسياساتها وفيما يتعلق بالعنوان في الحياة الجديدة التنديد الفلسطيني واضح وغير مفاجئ نبقى مع صحيفة هارت التي كنا معها مع مقالة جدعون ليفي قبل قليل 35 ألف فلسطيني هجروا غزة عام 2018 حماس تمنع رحيل الأطباء إلى ما استندت الصحيفة في إحصائتها هذه يعني هي استندت إلى معطيات محلية وإلى معطيات أممية ولكن بالأساس إلى عدد الفلسطينيين الذين يغادرون من معبر رفع وهل هؤلاء الذين غادروا هل هم يعودون إلى مناطق قطاع غزة هي تشير إلى أن غالبياتهم من شريحة الشباب من المستوى الاجتماعي الأكثر ارتفاعا الذين يفضلون بعد خروج من معبر رفع الوصول إلى تركيا ومن ثم عبر البحر وسائل أخرى إلى أوروبا وهي تشير أن حماس واعن لهذه الظاهرة وبدأ يمنع الأطباء من الخروج من قطاع غزة لأن الجهاز الطبي في قطاع غزة بأمس الحاجة للأطباء وهو حماس تخشى من أن يغادر الأطباء الشباب ولا يعودون إلى داخل قطاع غزة صحيفة جيروسيلان بوست من أقصى اليمين الأقصى اليسار الأمريكيين يلومون إسرائيل على خلفية سياساته تجاه إيران نعم العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة في ذروتها العلاقة بين دونالد ترامب وبن يمين يتنياهو أيضا في أحسن حال منذ تاريخ العلاقات بين الزعماء الإسرائيليين والأمريكيين ولكن الصحيفة الإسرائيلية تقول أن هناك تدعيات لهذا التقارب الإسرائيلي الأمريكي أي أن اليسار المتشدد واليوم اليسار المتشدد هو يقود لائحة المرشحين لرئاسة الولايات المتحدة من داخل الحزب الدموقراطي ولكن أيضا اليمين المتشدد اليمين الرديكالي اليمين العنصري غير راض عن هذا التأثير الكبير والمتزايد لإسرائيل وتحديدا لبن يمين يتنياهو على سياسات الولايات المتحدة وتقول الصحيفة أن هناك في الولايات المتحدة من يتحدثون عن تحالف البيبي بيبي هو اللقب لبن يمين يتنياهو بيبي ولكن البي هو جون بولتون مستشار الأمن القومي المعروف بمواقفه أنا ذاك كان معسوبا على المحافظين الجدد الذين دفعوا بالولايات المتحدة إلى اجتياح العراق وهو الآن عراب هذا التقارب الغير مسبوك بين إسرائيل بأنه يحرد ترامب على توجيه ضربة إلى إيران أما صحيفة آرس فنقلت في نفس السياق الولايات المتحدة حذر الشركات الطيران من السفر فوق الخليج الفارسي سنتناول بشكل أوسع الأزمة في الخليج ولكن صحيفة آرس الإسرائيلية تذكر هذا العنوان لتذكر الجمهور الإسرائيلي الذي كان منشغلا في الأيام الأخيرة وسنصل إلى هذا أيضا بمصابقة الأغنى الأوروبية التي جرت بتل أبيب تذكره أن هناك أزمة في الخليج وقد تكون إسرائيل جزء من هذه الأزمة صحيفة إسرائيل هاي يوم تناولت آخر معلومات أو أنباء الفساد التي تحوم حول نتنياهو وزوجته معجون وشفرت حلاقة في منتصف الليل ما الذي يتحدث عنه هذا التقرير؟ أرنو ميلشن هو أحد الأثرياء الذين يتهمون بأنهم منحوا هدايا يشتبح أنها رشاوي لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو مساعدة أرنو ميلشن تقول أن عائلة نتنياهو اعتادت على الطلب منهم حتى أن الطلبات لم تقتصر على المديات الكبيرة وإنما على أبسط الأمور مثل معجون حلاقة وشفرات حلاقة ومعطف للسيدة سارة نتنياهو هناك في إسرائيل فكرة أن بن يمين نتنياهو وزوجته لديهم صعوبة نفسية بمفارقة النقود التي موجودة في جيبتهم أو في حساب البنك لذلك يفضلون أن يحصلوا على هذه الخدمات من أصدقائهم الأثرياء النيابة تحقق ما هو المقابل الذي حصل عليه هؤلاء الأثرياء جراء الخدمات الذين قدموهم ولكن هذا يعكس مستوى الفساد على ما يبدو أن لا يتردد رئيس الوزراء أن يطلب أبسط الأمور لأنه اعتاد على الطلب من هؤلاء إلى الصحيفة الإسرائيلية الأخيرة وصحيفة دعوتة حرنات هللويا إسرائيل تناولت مصابقة الأغنية الأوروبية يوريفيجين أهم ما لفت الانتباه أو ما جاء في هذه المصابقة إسرائيل فازت العام الماضي في مصابقة الأغنية الأوروبية لذلك هي استضافت هذا العام يوم أمس المصابقة كانت خيبة أمل بالنسبة لترتيب المتنافس الإسرائيلي الذي جاء في الأماكن الأخيرة للمصابقة ولكن الذي لفت انتباه الإسرائيليين أن النجمة مدونة التي دعيت لتكون ديف الشرف في هذه المصابقة والتي تعرضت لانتقاضات من أنصار البي دي اس أنها تأتي لتغني في دولة تحتل شعب آخر مدونة صعد الراكسين ومرافقيها إلى المنصة وهم يرتدون الأطمصة الإسرائيلية والفلسطينية برسالة من مدونة لضرورة إحلال السلام وهو الأمر الذي لم يره للكثير من الإسرائيليين لماذا العالم الفلسطيني يجب أن يكون حاضرا في هذه المصابقة وأيضا الوفد الإسلندي بعد إعلان النتيجة رفع الشراط الفلسطينية رفع اللفحات الفلسطينية الكفية الفلسطينية وهو الذي أثار أيضا غضب الكثير من الحضور الإسرائيلي إلى الصحف الفلسطينية وصحيفة الحياء الجديدة حماس تسرق قوت الفقرة والهديث هنا يدور حول استيلائها على 25 ألف ذبيح أرسلتها السعودية نعم لا ندري صحة هذا السلطة الفلسطينية تتهم حماس بأنها توزع هذه الدبائح على عناصرها وتحرم منهم لا ينتمون إلى حركة حماس من هذا الدعم السعودي الذي أرسل إلى شعب الفلسطيني في قطاع غزة بمناسبة شهر رمضان ولكن هذا السجال الفلسطيني فلسطيني الحمساوي فتحاوي مستمر إلى الصحيفة الأيام وبوتين كان قد أرسل رسالة لرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد فيها على تأييد بلاده لشرعية الدولية يعني في ظل القطيع بين السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة وفي ظل الخيبة الأمل الفلسطينية من الموقف الأوروبي الغير مبالي بالضغط الأمريكي على السلطة الفلسطينية تبقى روسيا هي طرف على الفلسطيني أن يتمسكوا به رسالة أرسل بها الرئيس ما زل اليوم أعلن بأنه مستعد للتفاوض مع نتانيه تحت رعاية روسية نعم هذا لن يحصل حاول السلطة الفلسطينية تقول أنه يمكن إيجاد رعاية أخرى وروسيا قد تكون هذه الرعي ولكن هذه الرسالة هي للبروتوكول فقط نعود علي إلى قضية الخليج الفرسي والأزمة الإيرانية صحيفة الجزيرة السعودية الملك سلمان يدعو إلى قمتين خالجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة هذا يشير على ما يبدو إلى أن طبول الحرب بدأت تقرأ بشكل أكثر جدي مما يستوجب هذه القمة على ما يبدو في خطوة طارئة وخلال شهر رمضان إجراء هذه القمة هذا يشير إلى أن التوتر ليس مجرد عنوانه مواجهة عسكرية في المنطقة طبعا باقي الصفر العربية استمرت في تناول هذا الموضوع صحيفة الراي الكويتية السفير الإيراني للراي أي حرب ستأكل الأخضر واليابس أما صحيفة إيران ديلي ضريف لن يكون هناك حرب لأن لا أحد يستطيع مواجهة إيران كما نقلت الصحيفة وفي نفس الصفحة عن وزير الخارجية الألماني قوله بأن الاتحال الأوروبي مقتنع بأن سياسة الولايات المتحدة بممارسة أقصى الضغوط على إيران لن تفلح هل توافق؟ نعم كما عشرت بشار الإعلام الخليجي والعربي بشكل عام الموضوع الأساسي هو الأزمة في الخليج السفير الإيراني يقول بشكل واضح للرأي الكويتية أن الحرب ستأكل الأخضر واليابس وهي رسالة تحذير إيرانية للخليجيين من أن الحرب لن تكون نزهة وأنه بإمكانهم الاتكال على الإيرانيين ولكن الأمر قد تترتب عليه أمور خطيرة كثيرة ظريف لوكالة الأنباء الإيرانية أن لن تكون هناك حرب لأن لا أحد يريد مواجهة إيران هذا هو الأمل الإيراني أن لا أحد بالفعل يريد مواجهة إيران لأن عواقب الحرب ستكون كارثية على كافة الأطراف لذلك يتغنى الإعلام الإيراني بتصريحات لرئيس الوزير الخارجية الألماني من أن الضغطات والضغط الأمريكي على إيران لن يؤتي أكله ولكن الأمور في تصاعد مستمر بشار وطبعا كما تعلم علي الولايات المتحدة أرسلت الكثير من التعزيزات العسكرية إلى خليج فارس والصحف تابعت هذا الموضوع الجزيرة وتناولت هنا في هذه الصفحة مقال أهلا بانتشار القوات الأمريكية في مياهنا وأراضينا وأخبار الخليج البحرينية الخارجية تدعو البحرينيين إلى عدم السفر إلى إيران والعراق ومغادرتهما فورا ما بالضبط المتخوف منه هنا إن لم يكن حرب شاملة فهم متخوفون من ربما شن إيران ضربات وغارات أو عمليات قصف عن طريق وكلائها وما يصفون بأنهم أذرع لها نعم ولكن اللافت أن رئيس تحرير الجزيرة السعودية وفي المقالة الافتتاحية للصحيفة يقول أهلا بانتشار القوات الأمريكية في مياهنا وفي أراضينا هو يقول أن السعودية والخليجيون لا يبحثون عن الحرب ولكن أمريكا هي وسيلة ضرورية لمواجهة الخطر الإيراني وأن تستدعي الخارجية البحرينية المواطنين البحرينيين أخذ الحيط والحظر وربما وحتى عدم السفر إلى إيران والعراق هذا يشير إلى مخاوف متزايدة لدى أوساط كثيرة رسمية وغير رسمية في الخليج من أن هذه المرة الأمر يتعدى كونه تراشق تهديدات وتبادل تهديدات واتهمات أنه قد يصل إلى حد المواجهة المباشرة إلى الصحيفة العربة القطرية مباحثات قطرية تركية حول تطورات الأوضاع بالمنطقة نحن لا ندري هل هذا الاجتماع يأتي في سياق الأزمة الخليجية الواسعة أم أنه يأتي في إطار استمرار التعاون والتشاور والتحالف القطري التركي لكن لا شك أن الكثير من دول الخليج لن يرق لها توطيد العلاقات التركي القطري بينما هناك توتر متصاعد بين تركيا وبين دول الخليج وتحديدا السعودية والإمارات على خلفية الأزمات في المنطقة وأيضا على خلفية ملف الخشكجي التي عاد الإعلام التركي لتناوله في الآونة الأخيرة إلى الصحيفتين الدوليتين الأخيرتين لدينا وكلتاهم تتحدثان عن قنبلة سياسية من العيارة الثقيل الأولى صحيفة ديلي ميل البريطانية عضو برلماني عملي كان جسوسا لتشيك هذا ما كشفت عنه وثائقه تعود أحداثها إلى حقبة الحرب الباردة طبعا هو نفى ذلك جيفري روبينسون هو وزير سابق في حكومات توني بلير هو نائب عن حزب العمال ميولة الشيوعية واضحة وتقول الصحيفة أن فتح أرشيف الدول الاشتراقية السابقة يتيح الاطلاع على كيفية تغلغل استخبارات الدول الاشتراقية الدول الشيوعية السابقة داخل المجتمعات الغربية وهي تقول أن هذا النائب العمالي اليوم والوزير العمالي السابق كان أحد من شبكة وكلاء للدول الاشتراقية الدول الشيوعية وتحديدا لاستخبارات تشيكوسلوفاكيا تشيكوسلوفاكيا لم تعد قائمة كدولة لأنها انقسمت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي إلى دولتين جمهورية تشيكوسلوفاكيا ولكن سيكون مثير متابعة هذا الملف بجبلتين قصيرتين علي نتناول صحيفة قونين سايتونغ النمسوية هذا هو أو هكذا كان هكذا كان مرة أخرى دور روسي في انتخابات في دولة غربية هذه المرة في النمسا تقول وزير نائب المستشار النمسوي اعترف أنه كان على علاق مع عناصر روسية قبيل الانتخابات طرحوا عليه تمويل حملته مقابل منح روسيا امتيازات داخل النمسا اضطر للاستقالة وأدى إلى انهياء الحكومة والذهاب إلى انتخابات المبكرة شكرا جزيلا لك علي وأشكركم مشاهدين لطيب المشاهدة هذه أطيب التحيات وإلى اللقاء